استقبل العميد الركن سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي بقاعدة الاسخير الجوية عددا من المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاصة التابع لقوة دفاع البحرين والمشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وخلال الاستقبال رحب سمو قائد قوة الحرس الملكي برجال مجموعة قوة الواجب الخاصة بقوة دفاع البحرين كما أعرب عن شكره وتقديره لهم على ما يبذلونه دائما من تفان وجهد مخلص في أداء الواجب الوطني المقدس ضمن صفوف قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية كما أشاد سموه بتضحياته من نبيل المرتكز على الشجاعة والإقدام على تادية الواجب الوطني لنصرة الحق ومشاركة أشقائهم لإعادة الشرعية إلى جمهورية اليمن الشقيقة حضر الاستقبال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من أهالي المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاصة بقوة دفاع البحرين ترجمة نانسي قنقر